من المبشرات في المنام أكل الثلج، البرد، الوقوف تحت المطر بهدوء، ينزل عليك المطر مباشرة، ترى السماء صافية، تقف على بحر وتشوف البحر هادي وانت مستريح عليه، تشوف انك تاكل تمر، تشرب عسل، يقول الشيخ كيف تحملنا، لا لازم تحملكم تحملوا لي بعد أنتم، كذلك من الدخول لدولات المياه نظيفة وتقضي حاجتك أو تتسبح وتتوضى وتخرج، خروج الدم، خروج الاستفراغ في المنام، خروج الشعر في المنام تماما يتقطع تماما، خروج الحية أو الثعبان أو العقرب أو الضفدع أو الحشرات أو الصرصور أو الوزغ من الجسد، أو الديدان تخرج من الجسد، أكل العنب جداً برضو كذلك مباشرة، أكل التفاح فقط، اللي ربما يكون الإنسان عنده أذية، يكون عنده ذنب، رؤية الأبقار، رؤية الأغنام، رؤية المال، رؤية المزارع، رؤية الأشجار، رؤية الخضرة، رؤية الأم في المنام، رؤية الكعبة في المنام، رؤية نعم، هذه كلها مباشرات للإنسان أهلاً يا رؤية، الأشياء اللي غير مبشرة يعني قد تكون الإنسان يعني لا سمح الله بؤس، عندما أرى أنه فيه نار تحترق في منزلي، كهرب يطفأ في البيت، يدل على وفاة لا سمح الله لأحد، انقلاب السيارة، دخول دورات المياه المتسخة، الإغلاق علي، التعبان الأسود، العقرب، الحية، الصلاصير، الفأر، كل هذه طبعاً من أشياء سيئة جداً إذا رأى الإنسان وتكررت عليها أو آدته